مساء الخير في صندوق الفرجي الذي يعيش اللبناني داخله تتراقم الأزمات التي تنتظر حلولاً في العلاجات التشرعية قام مجلس النواب بضخ أكثر من جرعة لقاح معيشية من خلال إقراره للبطاقة التمويلية إلى إنشاء الوكالة الوطنية للدواء وتمديد المهل وصولاً إلى الدولار الطالبي وغيرها الكثير من قضايا الناس الملحة خلال جلسة نيابية منتجة نجح الرئيس نبيه بري في ضبط مسارها لتكون تشرعية مئة بالمئة بعيداً عن حسابات البعض السياسية والشعبوية والانتخابية وفق ما تم رصده من مواقف سبقة الجلسة وأدى مجلس النواب قصته إلى العلاب الأمس ويواصل تأهبه لكل ما من شأنه الدفع باتجاه تأمين حياة كريمة للوطن والمواطن وهو وفق ما أكد الرئيس بري أمام وفد صندوق النقد الدولي على استعداداً للتعاون الوثيق مع الحكومة لجهة إقرار مشاريع القوانين والإصلاحات التي تساهم في تحقيق الإنقاذ المطلوب مع تجديده أن تطبيق القوانين هو المدخل للإصلاح في شأن آخر لم يسجل أي تقدم لا على مستوى معالجة أزمة القضاء ولا على مستوى تأمين عودة جلسات مجلس الوزراء إلى الإنعيقات وبالحديث عن قضايا الناس فأن السائقين العموميين رفعوا تعرفة تحركهم ووضعوا قطاع النقل البري على متن إضراب يوم غداً الخميس من الساعة السادسة وحتى الساعة العاشرة صباحاً وذلك للمطالبة ببدء دعم هذا القطاع وفق ما وعدت الحكومة سابقاً وعلى الوعد يكمون اشتركوا في القناة